ومدغمرت جبني بأربعة وتمانين ألف صوت أعلى واحد يأخذ على مستوى الجمهورية وأنا مقاطع إعلاميا والصحة ما تكتبش اسمي ما بغضتش مؤتمراتي لازم أقول لي دايلتي في مدغمر بندر مركز شكرا وأقول لي أعضاء جماعة اللي جابوني تاني شكرا وشكرا ديته ترجم بيه بقى بالله أنا عملته في نادي الزمالك وأنا قابلت سيد رئيس الوزراء الجزم الأديم يقول لك ورفض يقابله رئيس الوزراء علشان بيتطبع معصيان كلم في الموضوع السريد دلوقتي أنا الوحيدة قابلت رئيس الوزراء أربع مرات جميع مشروعات دايلتي بفضل الله الحمد لله انتهت وأستاذ رئيس الوزراء كان فيه اجتماع معه من حوالي ثلاثة أربع تيام واتفقنا أنه أول مدينة هيزورها زيارات ميدانية هي مدينة مدغمر دايلتي وده شيء يسعدني ويشرفني أنا برد جميل ناس ردوا على وأنا عجبني الدكتور المحترم سامي عبد العزيز اللي هو أستاذ الإعلام قال اللي حصل مع مرتضة في الانتخابات يقول حاجة واحدة بتكشو ملوش لازمها الإعلام ما عادش لي قيمة الناس بيخدش بيه لسه بسيط جدا مقاطع إعلامية بل سباب شريط داخل على سي بي سي شتي ما فيه كل يوم البلطاجي الذي قال إرهابي خلاص اتلمع في صفحات زبالة والناس قالولهم تنز فيكم الإعلام ما عادش مؤثر عارف ليه؟ لأن الأكاذيب بقى كتيرة الناس بقى كشفت الموضوع دوا انتوا هم اللي هدوا حيل حسن مبارك هم اللي هدوا حيل السادات هم اللي داخلين على رئيس السيسي يبهيتوا عن الراجل خلوا الراجل يشتغل هم يخشوا يا خالد يقال له البنادم وبعد كده ضرب من تحت الحزام أنا بقول لهم درس وصل لكم الدرس درس نجاحي أنا وابني وده دخلنا موساطة جنز العالمية أول نقاب وابني الحمد لله مشاءة ربنا يبقوا أعضاء في مجلس النواب في العالم مش موجودة في العالم اتنين إنه رئيس نادي أعضاء النادي بتاعي يرجعوه بعد عشر سنين تلاتة أعضاء جماعية عمية بتاعت دايريتي في في مدرامر بندر ومركز يدوني 84 ألف صوت درامر مقطعة ثم جماعية العمية رقموا الكهاس يا خالد لما يجي لك أكتر من 9000 بنادم ويقولوا لك احنا جيين لك أنا بشكرهم وفوق دماغي وبكمل وفوق ملك